مساء الخير على حضراتكم وأهلاً بيكم معانا حلقة جديدة لبرنامجكم من يوم الأربع 9 نوفمبر 2022 مبارح بدأنا نتكلم عن المكسب الاقتصادي الحقيقي لمصر من كوب 27 وتعمت إن أنا أجنب المكسب السياسي والمكسب الأدبي اللي هو اسم مصر بقى في كل الدنيا العالم كله مركز كاميراته على كوب 27 على شرم الشيخ على مصر على قدرتها جمل كتير جداً من المتح في قدرة مصر على تنظيم مثل هذا الحدث الكبير بما هو مطلوب منها لأن المفروض إن المنطقة الزرقى مثلاً دي منطقة تتبع الأمم المتحدة ودي اللي فيها الوفود الرسمية ودي اللي بيحصل فيها الجلسات الرسمية عندك تاني منطقة تانية اسمها المنطقة الخضرة دي مصر مسؤولة عن تنظيمها فيها بعض وفود من المجتمع المدني وجمعيات وبعض الشباب وواوا فالحقيقة إنه النتيجة النهائية إنه الكل يشيد بقدرة مصر على هذا التنظيم الرائع وإنه المؤتمر خرج بهذا الشكل ده كويس لكن إحنا يهمنا في ظل معاناة من ارتفاع الأسعار في ظل فقدان الجنيه المصري 53% من قيمته من 22 مارس حيث بدأت موجة التعويم التانية 22 مارس 22 طبعا تدرجة الحكاية كان 15 وشوية ووصلنا طبعا يعني ده إجراء كان لابد إنه يتخذ لإنك تواجه ضعف الاقتصاد اللي أصابك بسبب حرب أوكرانيا لإن ده التوقيت اللي حصل في حرب أوكرانيا طيب في ظل ظروف غلاء الأسعار كورونا ما خلصتش الحرب الأوكراني ارتفاع جنوني لأسعار الطاقة في هذه الظروف وغيرها وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والدول اللي كنت حتى بتشتري منها أمحي ودورة وحاجات إنت محتاجها وقطع غيار وعربيات وكله وقطع غيار أو أكسسوارات للمصانع في ظل ده اتخذت شوية إجراءات اتكلمنا عنها في وقتها لكن مش عايز حد يخش وبكرارها تاني وقلناها مبارح مع دكتور علي قد ضفنة الكريم وبكرارها تاني مش عايز حد يخش لحضرتك ويقول لك بيقول لك ما بتاخدش غير كسين دقيق بس في اليوم طب انت بتاخد ست كياس دقيق ليه؟ هتعمل بيهم ايه؟ بتاخد عشر أزاي الزيت ليه؟ هتعمل بيهم ايه؟ إلا لو كنت مصدق الإشاعات اللي بيروجها أعداء الوطن إلحق خزن عشان كله كله حيغلى طب و لما كله حيغلى وانت خدت عشر زيت ما هو التاني يجي بدري قبلك خد عشرين سكر فانت ما انتش لقي كيس سكر والحاجة موجودة الحاجة موجودة في المجمعات انت ليه بتبادر انك تخزن؟ ليه بتصدق أعداء الوطن؟ طيب مش عايز أتكلم كتير في الحطة دي عايز أتكلم في مكاسب اقتصادية بدأت أتكلم فيها مبارح والنهار ده بقى بشكل صريح النهار ده كان اسمه يوم التمويل في كوب 27 مبارح قطر حولتلك وطلع ده في أخبار النهاردة الصبح مليار دولار للبنك المركزي المصري مبارح افتتحت محطة كبيرة جداً لإنتاج الهايدروجين الأخضر تعتبر نقلة رائعة حضرتك مع نرويج صحبت يعني يمكن أكبر خبرة في هذا الأمر مبارح الإمارات أعلنت إن هي هتمول مزرعة للرياح في مصر لإنتاج الطاقة من الرياح وهي طاقة نظيفة تعتبر أكبر مزرعة رياح في العالم مبارح قلت لحضرتك إن مصر مستهدفة أكتر من 20 مليار دولار استثمارات في الفترة اللي بدأت فعلاً دي كوب 27 لما الرئيس قال إنه لابد أن ننتقل من مرحلة التعهدات لمرحلة التنفيذ والإيجابية على الأرض في دعم المناخ مبارح قلت حضرتك عن أسواق الكربون والنهاردة كان فيه جلسة مهمة اختيارية لسوق الكربون في مصر وقلنا ببساطة إن سوق الكربون ده عبارة عن إيه الكربون لما بتستخدمه في الطاقة وبتحرقه بيطلع تلوث حضرتك مش قادر تقلل فكل كربون بتستخدمه كدولة عظمة والدكتور علي مبارح قال 840 مليار دولار الصين حطتهم في بنك اسمه صندوق الكربون 640 مليار دولار أمريكا 450 مليار دولار أوروبا المتين وشوية مليار دول حيرصدوا لتمويل المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والحياة النظيفة الحياة الصناعية النظيفة سواء كانت زراعة سواء كانت مصانع سواء كانت حتى حاجات مباشرة زي إنتاج الهيدروجين الأخضر وغيره حضرتك عامل استراتيجية متكاملة للطاقة المتجددة من 2016 وألهمك الله بإن أنت تجهز نفسك عشان هتاخد وقت على ما تعمل بنية تحتية وتعمل منتدى الشرق الأوسط لتداول الغاز وتبقى أنت محطة مهمة لتداول الطاقة ومحطة مهمة لتداول الاقتصاد الأخضر ومحطة مهمة لتصدير الكهرباء من أفريقيا لأوروبا كل الانتاجات دي من الشمس من الطاقة الشمسية من طاقة الرياح من طاقة المي كل المنتجات الطاقة النظيفة بتطلع بيها إيه في الآخر؟ كهرباء عشان تشغل الحاجات الحاجات ما بتشتغلش بالشمس لكن بتشتغل بالكهرباء يبقى إذن حضرتك على درجة جيدة جدا من استقبال على فكرة رغم كل اللي بيتقال ورغم كل الشائعات ورغم الإجراءات الصعبة اللي بتتخذها الحكومة ورغم غلاء الأسعار ورغم الظروف اللي احنا فيها دي أعلن البنك المركزي أول نوفمبر إنه الاحتياطي النقدي الأجنبي في أكتوبر يعني لسه ما دخلناش في كوبتوين تسابه ارتفع لتلاتة وتلاتين مليار دولار وربعمية واحد وخمسين مليون دولار بزيادة عن الشهر اللي قبله برقم تلتمية واحد وخمسين مليون دولار يبقى إذن أنت عندك احتياطي نقدي محترم وحتبتدي كمان تعمل إجراءاتك عشان تنوع في هذا الاحتياط مبقاش كله مرمي في سلة الدولار وفقط نهارة عندنا فقرة مهمة للحوار عن المكاسب الاقتصادية للتكاتف الدولي في مواجهة التغيرات المناخية هي شرفنا في الستوديو ستوديو مساء الخير دكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي وخبير التشريعات الاقتصادية